أكيد بفقرة ناتاليا رح نحكي فيها عن أهمية دور العمال بالمجتمع وبهذا اليوم خصيصاً رح ننوه على الأعراض النفسية يلي ممكن يعاني منا اليوم كل عمل وكل فرد إن كان بجميع القطاعات وكيف نحنا ممكن نكون داعم لألون واتم مراعاة أوضاعنا بشتى الوسائل وأكيد بهذا اليوم كمان رح نسلط الضوء على أهمية الفئة العاملة بحركة تطور وتقدم المجتمعات والأهمية يلي بتنظر إلى المجتمعات المتقدمة للفئة العاملة ومن حيث الحقوق والواجبات والحفاظ على السلامة المهنية كمان وشو هي المعايير يلي ممكن اليوم نتبعها حتى كمان نحافظ على السلامة المهنية كل هذه التفاصيل رح نعقشها اليوم مع الدكتورة بعلم النفس غاليا سعيدة صباح الخير وكل عامو أنت بألف خير يا صباح الخير يسر صباح وكل عامو أنتوا بألف خير وكل عامو أنتوا بألف صحة وسلام وخير وأنتوا بألف خير يا ربي يعني هم نحكي عن موضوع كتير مهم العمل اليوم هو أساس فينا نقول لاستمرار الحياة عندنا إن كان مهما كان العمل مهما كان الطبيعته أو مجالاته وكله يكمل بعضه غاليا خلينا بداية نحكي للمشاهدين عن أهمية هذا اليوم يوم العالمي لعيد العمال وقده اليوم فعلا بأثر على العمال خبرنا أكثر تمام هلا مثل ما تفضلت أول شي وتحدثت وأن العمل بأساسا هو يعني إذا من نتصر هذا المفهوم الواسع جدا والفطفات فهو العمل عبابي وبكل الشرائع وبكل الأذيان وكل المسميات دائما بتشعر أنه هو العمل فعلا بيعطي قيمة مضاعفة للإنسان بيعطي حالة من الثقة وحالة من الوجود والتمكن الإحساس بإمكانية أنه أنا فاعل بهذا الحياة فالعمل شو ممكنه؟ يعني اختصرنا بهذا التعريف أنه هو العمل عبادة بحثاته طيب إذا ننتقل لفكرة أنه لي صار له هذا اليوم العالمي ليه الأشخاص فعلا بتكون ممتنة لهذا اليوم فعلا هم يقدروا يحصلوا شيء من هذا اليوم بما أنه مفهوم العمل هو بكافة المناحي وبكافة التعريفات وبكل المجتمعات هو شيء عظيم جدا ولا يقدر بأي ثمن فلذلك لما وجود هذا اليوم هو أكيد ما رح يكون هو مواحد للتعبير عن العمل والعاملين وكل الأشخاص بكافة المجالات إنما هو شيء من الحالة الرمزية لماذا؟ لأن الحالة النفسية دائما يقول لك لما أي أنسان تقصي له نهار أو تعطي يوم تكون له شيء ميزة أو فاعلية أساساً حالة نفسية هي يمكن تكون كأمور مادية لا تعمل له أي شيء لكن الحالة النفسية بالنسبة للإقلوبية أي يوم تعطي إمكانية خاصة تصلت على الضوء بطريقة معينة أكثر ممكن تعطي حالة من التمييز حالة من التفرد يمكن يكون 359 يوم هو شخص يعتبر نفسه قوة يقوم بواجبه لكن في هذا النهار من كلمة ما تفضلت أنت تبدو أن كل عام أنت بخير كل شخص عمل بكل مجال صحيح يعني يشعر شوي بالاستثناء بالتمييز أنه فعلا في حدا يقدر هذا الجانب النفسي وهذا المجهود العميد أكيد اليوم من خلال كثير تفاصيل ممكن تكون موجودة نحن نشكر فيها ونقدم جهود المبزولة لكل العاملين خلينا نحكي اليوم بما أنك دكتورة بعلم النفس من اليوم نعاني من متلازمة السيد والعبد بمجال العمل والقطاعات الخاصة والعام كثير من نشوف هاي المعانات يعني كنا ذكرنا بالمقدمة أنه اليوم نحنا بدنا نراعي الأعراض النفسية والأثار السلبية اللي عم يعاني منا كل عامل اليوم كيف نحنا ممكن نكون داعم لإله وخلينا هيك نضوي اليوم على هاي المتلازمة السيد والعبد تماما هلا أولا هاي المتلازمة ما بتوقع أنا أبدا كثير مكررة بين مصطلحاتنا أو بأحاديثنا لكن للأصف هي في بعض من الفئات العاملين أو بعض المجتمعات اللي يكون فيها أكبر كثير من العاملين هي عم تتمارس بطريقة كثيرة بشعة ومؤذية أحيانا بتكون لبعض العاملين اللي هي اسمه متلازمة السيد والعبد هلأ هاي المتلازمة قتلي كاسم أو مصطلح يمكن هي غريبة ولكن هي مستباحة كثير بالفئات العاملة بتتلخص هاي المتلازمة هاي الفكرة أنه أحيانا بعض أصحاب أرباب الأعمال ممكن تكون يعني الظروف تكون مواتية لأنهم فجأة فإنهم يصوروا فعلا أرباب أعمال اللي يتنوضحها أو ممكن يكونوا أساساً ممجزين لفكرة أنه يكون مدير أو رب عمل أو شيء على فكرة ممكن الإنسان صار في عنده إمكانية مادية أو بعض المقويمات هو جائز لحطة رب عمل ويكون قائم على عاملين هاي نقطة كثير مهمة نحن من قوله أنه رجعاً لما يكون أي شخص عم يعمل منشأة ومين كان نوعاً وكان هو المسؤول أو المباشر عنها فكثير مهم أنه يراعي الجانب النفسي بهذا الشيء من خلال استقطاب العاملين من رعاة الحالة النفسية حتى معرفة الفروق الفردية وهي نقطة كثير مهمة تجد شخص عنده كثير كبيرة من العاملين ما يوجد فكرة أنه فروق فردية يجب أن يتوقع أن الكل يكون عنده نفس الإنتاجية يكون عنده نفس القدرة يكون عنده نفس القدرة على التحمل الكل يجب أن يكون عنده ونفس الإطاعة كما يقول هذا الشيء كثير سيئ بمنهجية العمل وبالتالي يعمل فروقات وشروخات كثير بمنهجية العمل تجد المتلعزمة السيد والعبد للأسف بعض الأشخاص يكونوا متمكنين بمركز أصحاب عمل أو أرباب عمل أو مشرفين عليه فتطلع عندهم الأنا الأعظم أنه أنا السيد وأنا الأعمر الناهي أنا الشخص القوانيني بتمشي يمكن أن نرى بعض المسلسلات الدرامية أو بعض حتى المواقع الحياتية أنه يدخل مثلاً شخص عامل يحاول يبرر أو يعتذر أو حتى يوضح أنه هناك مشكلة بالعمل فتلاقي بتطلع لأنا تابعه أنه لا أنت ما تعرف تعخذ مكاني هذه الكلمة المشهورة تعخذ مكاني وعلمني شو لازم أعمل هذه الأشياء كلها لأننا الأولى لا له مسموح ولا مصرح للشخص إذا كان ربع عمل أو مسؤول أنه أساساً يتلفز بهذه الكلمات لماذا؟ لأن البنية التحتية المتمثلة بالعمال هي على فكرة النواة الحقيقية لأي مشروع انتاجه ثقيت تماماً أي أنجاز أي صراح وما ينقام بأي مجال فقط ترى ناجح تأكد أنه ليس فاعلة الإدارة لأن الإدارة ممكن تكون مع احترامنا لها وكل بالجهود المكدولة هي تكون صورة ملمعة حتى ممكن تكون غافلة تماماً لكن كما يقول المحرك الأساسي هو العمل الذي يكون جندي المجهول هو الشخص الذي يكون من وراء المكاتب وليس يطلع على سوشال ميديا ولا يطلع بالإعلام ولا يتوضح هؤلاء الأشخاص يكون لهم دور كثير مهمة وعنجد مراعاة حالتهم النفسية يعني تأخذ صدق جداً واسع فرويد يقول كلمة كثير حلوة اللي هي الحب والعمل هم عماد البشرية تخييلي معناء هذا الموضوع ربط الحب بالعمل وعنجد هنا عماد البشرية يعني إذا أنت لما تكون عن جرس هذا الشخص ما كان نوعية العمل وإن شاء الله يكون هو عامل التنظيفات لكل من هذه المؤسسات قد يكون لما يأخذ استحقاقه الذاتي لما يأخذ فعلاً دعمه بحالة نفسية من رب العمل وماته وإنتاجيته أكثر يعني عليك وأهم الشيء تنمي عنده بزرة الإخلاص لأنه أي شخص عامل بس تطلع عنده فكرة الإخلاص فسقي تماماً أنه أنت عم تعملي بيئة عمل آمنة وصحية طيب غالية تعرفنا على متلازمة السيد والعبد طيب كمان في عنا متلازمة نسمع عنا كثير وكثير من الأشخاص يمكن يعانوا منا متلازمة واحتراق الوظيفة خبرنا عنه أكثر عن طبيعة العمل اللي بتكون موجود فيه عن الآثار السلبية اللي ممكن يخليها هذا العمل على الأشخاص العاملين ضمن أي مؤسسة أو أي شركة تماماً متل ما تفضلت يا عزيزتي متل ما كنا نحكي على السيد والعبد ومين يلعب دورين وبشعر نفسه أنه هو المظلوم فيها أكثر ننتقل على الجانب الآخر عنها هي متلازمة الاحتراق الوظيفة وهي تعرفت أنه هي الانغراق الكامل للعاملين أو الأشخاص القائمين على العمل بل عمل بدون مراعاة الظروف الخاصة أو الاجتماعية أو حتى عمل استثناعات هؤلاء الأشخاص بيكونوا من كترة الإنتعجية والإخلاص نحنا مأكيد من وجههم شكراً على هذه الإخلاص والإنتعجية الرائعة والعالية لكن هؤلاء الأشخاص بيكونوا عم يتجبوا لفكرة أنه أنا لازم كمل العمل على أكمل وجه وبالتالي هؤلاء الأشخاص بفوتوا بالإمغراق الكامل نحنا نقول له نفسياً حالة الاحتراق الوظيفة وهو أن هذا الشخص يدينه لعمله للأسف من بيته لعمله لحالة الاجتماعية يعني لا يوجد له شيء اسمه الفصل وهون يكون الفخ الأكبر نفسياً لأن هؤلاء الأشخاص قد ما لديهم إنتعجية قد ما هؤلاء أنهم يكونوا كثيراً مبدعين لكنهم لا يستطيعوا أن يفصلوا العمل عن حدود المكان الذي يعملوا فيه فنقلوه على بيته وحياة عمل اجتماعية كثير صعبة تجدوا بعد فترة قبل أن يعانوا من الأشياء المزعجة حتى أنهم يشعروا أن الثناء أو المدح أو الأطراء عليهم لا يكونوا بالقدر الذي يبذلون نحن نرجع ونقول أنهم مشكورين على كل حركة مضاعفة لكننا لا نريد أن نذهب في دوامة الاحتراق الوظيفة لا نريد أن نقول أننا الغماسية الكاملة أنا ممكن تؤذيني بالنهاية أنا ممكن أطلع شخص عندي بعض المشاكل النفسية ممكن بالنهاية هذا العمل الذي أنا موجودة خاصة إذا لم أكنت مسؤولة نسحب منه أو أن نفصل عنه أو أجد فرصة ثانية فتخيلي أنه هداش ممكن يكونوا عاملين احتراق كامل لأنفسهم بهذا المكان وأخر شيء أنه لا نطلع أن نحن أصحاب العمل ولا يطلع للأسف بعض أصحاب العمل عم يقدروا هذا الشيء اليوم كمان دكتور عم نشوف كثير من الأشخاص قلقين حتى وهنون عندهم مهنة عم يشتغلوا فيها إن كان موظف أو حتى عندهم مهنة خاصة في دائما القلق وحالة عدم الاستقرار أو الخوف موجودة في كثير من التفاصيل يمكن اليوم رح نقدر نضوي عليها اللي هي السلامة المهنية هون وين في سلامة المهنية اليوم كيف نحن نضوي على هذه المعايير ونلتمس فيها أكثر وكمان نشتغل عليها أكثر تماماً السلامة المهنية كثير حلوة هي الكلمة لماذا؟ لأنه أنا كثير بهمني حالة الأمن والأمان التي يشعر فيها العمل تماماً في بعض المنشآت أو الأشخاص التي تكون عندهم عاملين يتبعوا طريقة نفسية كثير سيئة والتي هي حالة الرعب وقط الخوف وعدم الأمان للعملين هلأ نحن نحك فيها بواقعية كثير من الناس تدخل على بعض القطاعات وتتلاقي بواقع عقد العمل ومع عقد الإستقالة فعلاً لأنه ممكن يكون أنه في حالة الراب العمل لا يعجبه أو صار في عنده بديل هو بيحبه أو 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 بدون ما يرجع لهذا الشخص اللي كان عم يعمله على منهجية أو عمل أو عم يكون قائم بمكانه بشكل كثير حلو فبيروح من حاله مسبقاً عم يعمل له هذا الشيء فأنه خلاص بيعطيه تاريخه ويعطيه ويخلص هذه الأجراءات فعلياً هي تعتبر من الأجراءات السيئة أجلية تمارس بحق أي عامل بأي مجهة ويعني حتى قانونياً أنا أتوقع أنه لا تنجوز أبداً أنه كيف أنا عم وقع على طلب انفصالي عن هذا العمل بحث أنه لا أعرف شرط بهذا الشيء هذا كثير سيء هذا التصرفات وهي ممكن تعمل حالة من عدم الثقة وعدم الأمان وبالتالي أي إنسان فينا شو ما إن كان وضعية العمل اللي عم يشتغل فيها هلنا نحن ما نكون قاعدين نشعر أنه يقول لنا بأي محصة ممكن أن تكونوا برا أحد كوني متوترة وقلقة وبالتالي دراسة نفسية يقول لك التوتر والقلق هو يبعد مراكز الإبداع أي شخص يعيش بحالة من التوتر والقلق مستحيل يبدع لأنه بسعب يحاول يدور على حالة الأمان وبالتالي هذه الأشياء اللي هي السلامة المهنية التي تحدثت عنها أكيد صاحب العمال عنده إمكانية لما يشعر أنه العمل اللي يمشون بهذا المكان هو غير كفو يرجعون لمكانه المناسب أو يوجعونه الملاحظات بطريقة مناسبة لكنهم لا يمكنهم أنهم عايشوا بهذا الإحساس أنه ليك أنا بأي لحظة أقول لك باي باي انتهت صلاحية العمل معي ودون أساساً ما أرجع لك هذا يعتبر من أهم خطوات السلامة المهنية النقطة الثانية هي مراعاة الفروق الفردية عندما نعين أي شخص عامل معنا ما كانوا على المنشأة نراعي الفروق الفردية أنا أعيد أماماً أنه أنا كصاحب عمل أحب صورة مثالية لكن أنا لا أتوقع دائماً من كل الأشخاص اللي عملي معي أنه يعطوني الصورة المثالية هناك فروق فردية عندما نكون صغار ستنتهي آخر مرحلة في حياتنا يبدأ عندنا الفروق الفردية أشخاص مبدعين بالنظر أشخاص عندهم مبدعين بالعمل أشخاص مبدعين بالأعطاء الرقاء أشخاص هي مراعاة والمقارنة هو العدو المخيط في كافة مجالات الحياة يأتي صاحب العمل للأسف يعمل مقارنات عالنية في حدث هو برأيه أنه يعمل منافسة لكن عندما ينزل على بيئة العمل يلاقي أنه يعمل لهم شرارة أذى أنه فلعاً أفضل مني أنا أتمدحه فأنا أريد أن يأتي فالمدح المساواة فروق الفردية حالة الإحساس بالأمان فهي كلها أشياء يجب فعلاً رب العمل يعطيه للشخص العامل حتى يعطيه أفضل وأعظم المجالات الإنتاجية طيب هاي المعايير معايير السلام المهنية التي ذكرتها حضرتك اليوم كيف الشخص بيقدر يتعرف عليها لحتى يطبق بحياته اليوم؟ يعني فينا نقول نركز على الدورات التدريبية على الكورسات التي تقام اليوم لتهيئ الناس اليوم الأشخاص اللي حابين يدخلوا بسوق العمل هل هنو نقادرين اليوم يستفادوا من هاي الكورسات؟ طبعاً أكيد شوفي يا عزيزتي اللطيفة هناك نقطة كثير مهمة وهي قدما كان عندنا تحصيل دراسي عالي هو مقدر ومحترام ومهم جداً وجوده بجانب العمل لكن نضعه بجانب وننزل على الخبرة الحياتية لما درسنا في الجامعة أخذنا معلومات كثيراً حلوة ولما نصلنا على سوق العمل وجدنا أن المعلومات حلوة وجميلة لكن ليست كلها تطبق على أرض الواقع وبالتالي تجد أن كلما كان عندنا خبرة حياتية أكبر من خلال التدريبات أو المجالات العملية أو الأماكن التي تقدمنا فعلاً عمل على أرض الواقع ستجد أن هناك اختلاف كثير نعم أن الدراسة التي ندرسها ورقياً هي جميلة وممتعة وتعطينا معلومات ثقافية عالية جداً ولكن عندما ننظر على الأرض الواقع ستجد أن تختلف تماماً ستجد خبرات جديدة حتى أحياناً كثير من الوقت لا درسنا يا عبد الجامعة لا يعرفنا هكذا ستجد على سوق العمل ستجد نظريات لم تدرس نظريات، احتماليات، احداثيات أساساً هي معنى موجودة بالكتب لكن في الخبرة الحياتية كل الناس تتعايش معها كل الناس لديك قدرة الأغلبية لما تكون بارع بهذه القصة فأنت ستكون كثير نعجح في هذا الموضوع سوق العمل، تدريب، الخبرات الحياتية، الكورسات الأشياء التي تتعلم كلها تتأسقل المهارة بشكل كبير سيطلع أحد يحضرنا أنا كثيراً عملت هذه الدورات لا أشعر أن أستفدت هذا الشيء التي تتعلم في دور العائلة تكون الخبرات المتراكمة يعني أنا لا أستفدت لكن سقوه تماماً لا يوجد ميقاش أو دورة أو تدريب أو حديث عبر وتعدي فيه مع أي شخص مختلف أو غريب عني إلا أن تقضي على الأقل هي أختي كلمة واحدة صحيح هذه ترجع لما فعلاً أنا أضع في مكان العمل وبتفاجأ من نفسي لماذا أصبحت هذه؟ ترى تضوح المبلعية هذه المعلومات تراكمية دعونا كمان نخرج من القصص السلبية ونذهب إلى الجانب الإيجابي كمان في نفس الوقت نرى أرباب عمل يتعاملون مع العمال الذين لديهم وليس لديهم يقول مثلاً هؤلاء العمال لا يعملوا معي نحن أيضاً أنا بدونهم ولا شيء يحسسون بأهميتهم أنهم صاحبين هذا الشغل يحسون أن هذا الشغل مسؤوليتكم وإلكهم فهيكا ممكن أنهم يعطوا أحسن معهم وعنجد يحسون أن هذا الشغل لهم هي تكتسمى صفة من صفات الدعم النفسي للعمال أكيد أكيد شكراً لك الكلمة الكثير حلوية بعض أرباب العمل يقول الأشخاص نعمل مع بعض وليس عندي ففي هذه الكلمة الكثير من العملية مجرد لا تسمعها تشعر بالولاء والانتماء لهذا المكان وبالتالي يزيد عندها الثقة ويزيد عندها الدعم لصاحب العمل وفعلاً أحياناً بعض المشاكل العمل يمر مثلاً بضائقة مالية يحدث عندهم أزمة فممكن رب العمل يقولون أنه أنا مثلاً مضطر أن أقول لا نحن ممكن نضل معه حتى لو تأخر علينا تقاضي الأرجل المادزي لأنه هو باني قاعدة شعبية بالنسبة له مهمة جداً يعني هناك أمان هناك إحساس بالإحترام هناك إحساس بالمودة هناك إحساس أن هذه الهيكلية أو التنظيم البنائي هي إلنق وإنكم تعملوا عندي شاهد الكلمة المهمة نعمل مع بعض هذه الكلمة بحد جداً لأنه فعلياً هو لو لا هن وللأمانة هو تماماً كان هناك نفوذ وكيف معلوم هناك إمكانية لكن بدون البيئة العاملة والبيئة التحتية التي تعتبرت ركيزة الأساسية أي مشروع قابل للفشل والعدم الإنجاز بالختام دعونا نعطي نصائح لكل الشباب والصبايا الذين يلجأوا للعمل إن كانوا بمرحلة الدراسة أو إن كانوا بعمر صغير الشباب الطموحين الذين ينجزوا كثير من الأشياء والذين يستطيعوا يصرفوا على حالهم في هذه الأوقات خبرنا نصيحة سريعة منك تماماً مثل ما تفضلت العمل هو عبادة شو من كان نوعه لازم دائماً نبدأ فيه وحتى بمرحلة عمرية صغيرة وحتى لو لم كان أن الأجل المالي هو عالي جداً لكن ثقي تماماً أنه يعطي قيمة مضاعفة للإنسان ويعطي إحساس بالوجود بالمسؤولية بالإحساس أن أنا فعلاً إنسان عامل عم بقدر أعمل قيمة أو حيات موجود بهذه الحياة فلذلك لا تستخفوا بأي فرصة تعمل لا تستخفوا بأي فرصة ممكن تجينا حتى لو لم كان أجل المالي جيد لأنه في نهاية هي خبرات تراكمية أكيد دكتورة بدنا نرجع لك العام وأنت بألف خير شكراً كثير يعني عن جد أنا شخصياً استمتعت بهذه الفقرة وفيها نصائح جداً مهمة وحكينا عن موضوع يوم كثير مهم وبيلامس كثير من العمال وطبعاً كمان أسياد العمل شكراً كثير شكراً لألكم شكراً لألكم شكراً لك كثير دكتورة غالية لكل كلماتي اللي حكيتيها المحفزة واللي كلها طاقة ولوجودك معنا لليوم شكراً لألك العام وأنت بألف خير أهلاً